اشتركوا في القناة واجبنا عليهما في هذه الحلقة سوف نطرح شبهتين وكذلك نجيب على هاتين الشبهتين الشبهة الاولى القائلة ان الامام الحسن عليه السلام صالح معاوية والحسين عليه السلام ثار بوجه يزيد الشبهة تقول هناك تناقض بين صلح الامام الحسن وبين ثورة الامام الحسين اين التناقض؟ الحسن كان باستطاعته ان يقاتل معاوية لماذا لم يقاتل وصالح والحسين ثار؟ في معرض الاجابة على هذه الشبهة نقول اولا من هو القائل ان الامام الحسن عليه السلام لم يقاتل؟ الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جهز جيشا واراد قتال معاوية لو لا خيانة جيشه وخيانة قادة جيش الامام الحسن عليه السلام والامام الحسن في بعض الروايات تقول ان الجيش الامام الحسن اراد ان يسلم الحسن عليه السلام الى معاوية فالامام الحسن عليه السلام اراد القتال لكن لم يتوفر له من يقاتل معه معاوية فالامام الحسن عليه السلام كان بين خيارين اما ان يستسلم وهذا هيهات من الذلة هذا ذل الامام الحسن وبين ان يصالح معاوية فرأى ان يصالح افضل من ان يستسلم لكن الامام الحسين عليه السلام هنا الفرق الامام الحسين عد ما قاتل كان مع الامام الحسين ثل مؤمن طاهرة قلوبهم كزبر الحديد هو الحسين عليه السلام بابي وامي قال لم اعلم ولا اعلم اصحاب افضل من اصحابي اصحاب الحسين كانوا شجعان وطاعوا قائدهم وتوجه بهم الحسين لذلك الفتح العظيم والامام الحسين ثار وحقق بثورته الانتصار الكبير والامام الحسن عليه السلام صالح وحقق بصلحه كذلك انتصار وبين زيف معاوية والقائل الذي يقول هناك نقيضان يعني الصلح والقتال نقيضان لا يجتمعان من قال انه ان هذه ان يعني لابد ان يكون احدهما حق والاخر باطل هذا صاحب الشبهة يقول نقول صاحب هذه الشبهة ان الحسن عليه السلام حق والحسين حق وكلاهما قاتل تحت راية وتحت رعاية جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله اخبر بصلح الامام الحسن ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين والامام الحسين عليه السلام ثار ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالب كل من يحضر ان ينصر الحسين ان ابني هذا يعني الحسين يقتل بأرض من العراق يقال له كربلة يقال لها كربلة فمن شهد ذلك منكم فلينصره انت القائل بان احدهما لا بد ان يكون على حق والاخر على باطل لا كلامك غير دقيق كلاهما حق وكلاهما ابناء رسول الله وهذا الدليل واضح على ان الحسن والحسين قاتل الحسن صالح والحسين قاتل وكلاهما عملهما حق والصلح حق والقتال حق هذه بالنسبة للشبهة الاولى الشبهة الثانية تقول انتم الشيعة اعترضتم على امامكم الحسن كيف يقول صاحب الشبهة ان احد الشيعة الخلص واصحاب الامام الحسن وهو سفيان بن ابي ليلى اعترض على الامام وقال له يا مذل المؤمنين وفي هذه الحادثة كان موجود حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه وحجر هم كذلك قال للامام مقولة يعني مشينة وهي لو ددت انك كنت مت في ذلك اليوم ومتنا نحن ايضا معك ولم نرى مثل هذا اليوم اولا لابد ان نقف عند هذا القول اولا من قال ان سفيان بن ابي ليلى هو من اصحاب الامام الحسن ومن شيعة الامام الحسن يقول العلام القرشي رضوان الله تعالى عليه ان سفيان هذا هو من الخوارج خارجي هذا بالنسبة الى بيان رأي علماءنا الاعلام بسفيان فسفيان ليس من اصحاب الامام الحسن حتى تجي وتعترض وتقول شيعة الحسن يعترضون على الحسن عليه السلام اما بالنسبة لحجر بن عدي طبعا معاوية هذا حجر بن عدي صحاب رسول الله ومن خلص اصحاب امير المؤمنين ومن خلص اصحاب الامام الحسن عليه السلام فاراد معاوية مثل ما اراد تشويه سمعة الامام الحسن اراد تشويه سمعة حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه وقال هذه المقولة بحق حجر اولا حجر لم يقول هذا الكلام ولم يعترض على الامام الحسن عليه السلام زين هذه الروايات شلون كيف نتعامل مع هذه الروايات نعم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه سئل عن هذه الروايات ماذا قال قال ما وجدنا لذلك سندا معتبرا هذه الروايات سندها ضعيف وإن كانت موجودة في كتبنا وإن كانت موجودة في كتب الشيعة لكن ليس كل ما موجود في كتبنا هو صحيح نعم الخلاصة أن أعداء الإمام الحسن أرادوا النيلة من الإمام الحسن فكيف بأصحاب الإمام الحسن عليه السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أيها الأحبة لأن نسير على سيرة أئمتنا وعلمائنا نعم أيها الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم هذه الحلقة الثانية من برنامج في ضيافة الحسن نسأل الله التوفيق للسير على نهج سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة